بشارة متة الأصحاح الأول هذا نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذى وإخوته ويهوذى ولد فارس وزارح من ثمار وفارس ولد حصرون وحصرون ولد آرام وآرام ولد عمين داب وعمين داب ولد نحشون ونحشون ولد سلمون وسلمون ولد بوعز من راحاب وبوعز ولد عبيد من رعوث وعبيد ولد يسى ويسى ولد داود الملك وداود ولد سليمان من امرأة أوريا وسليمان ولد رحبعام ورحبعام ولد أبيا وأبيا ولد آسا وآسا ولد يوشفاط ويوشفاط ولد يورام ويرام ولد عزية وعزية ولد يوثام ويوثام ولد آحاز وآحاز ولد حسقية وحسقية ولد منسة ومنسة ولد آمون وآمون ولد يوشية ويوشية ولد يكنية وإخوته زمن السبي إلى بابل وبعد السبي إلى بابل يكنية ولد شأل تئيل وشأل تئيل ولد زر بابل وزر بابل ولد أبي هود وأبي هود ولد اليقيم وألي يقيم ولد عزور وعزور ولد صادوق وصادوق ولد أخيم وأخيم ولد اليود وأليود ولد ألي عازر وألي عازر ولد متان ومتان ولد يعقوب ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولدت يسوع الذي يدعى المسيح فمجموع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلا ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا وهذه سيرة ميلاد يسوع المسيح كانت أمه مريم مخطوبة ليوسف فتبين قبل أن تسكن معه أنها حبلة من الروح القدس وكان يوسف رجلا صالحا فما أراد أن يكشف أمرها فعزم على أن يتركها سرا وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك الرب في الحلم وقال له يا يوسف بن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأة لك فهي حبلة من الروح القدس وستلد ابن تسميه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم حدث هذا كله ليتم ما قال الرب بلسان النبي ستحبل العذراء فتلد ابنا يدعى عما نئيل أي الله معنا فلما قام يوسف من النوم عمل بما أمره ملاك الرب فجاء بامرأته إلى بيته ولكنه ما عرفها حتى ولدت ابنها فسمىه يسوع